ألفريد دافيروس 1859-1935 ميلادي الحلقة 267 من سلسلة الموسوعة السياسية التاريخية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بطول جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات ألفريد دافيروس 1859-1935 ميلادي ضابط يهودي فرنسي اتهم بالتجسس لحساب ألمانيا عام 1894 ميلادي وحكم عليه بالسجن مدى الحياة وعيدت محاكمته بسبب ارتشاف أدلة تثبت براءته وكانت إعادة النظف القضية مناسبة لإثارة موجة من اللاسامية ولانقسام داخل المجتمع الفرنسي وفي محاكمة لاحق خفيف الحتم على الداري فوس وفي عام 1906 ميلادي أصدرت محكمة النرض حتما ببراءته وإعادته للجيش ونظرا لظروف فرنسا فتت لعبة القضية دورا غير عادي في الحياة السياسية وفي التعجير بإصدار طانون فصل الدين عن الدولة وقت تعمدت الصهيونية تضخيم المسألة لإيهام اليهود بأن لحل أمام اليهود في كل مكان سوى تجميع أنفسهم في دولة صهيونية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم منا تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم منا تحميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل إبراهيم منا تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل إبراهيم منا تحميد مجيد المترجم للقناة